اشتركوا في القناة والله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمر عنه كان مفعولا يهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلام إنه عليم بداة الصجور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا خالب لكم اليوم من الناس وإني جاء لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وما يتمكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قبيل شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أمعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله شميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل من كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تثقفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربان الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تعلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتبكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قرم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غلمتم حلالا طيبا فاتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعض وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلا الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهرين واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأزاد من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم وعهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما اشتقاموا لكم فاشتقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ويكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما وأن نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة فتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي سطور قوم مؤمنين ويذهب خيضا قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبضت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعملوا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستن عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم فائز يبشرهم ربهم برحمة منه ورضبان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله إن الله عنده أجر عظيم مقيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ آباءكم إخوانكم أولياء وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مجبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا فلم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إن خفتم غيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعقوا الجزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأثواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبلهم قاتلهم الله أنها يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا لعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون يريدون أن يضفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أمال الناس بالباغل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفرة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كندتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة شهر عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشيكين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله بعلم التقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحرمونه عاما ويحرمونه عمال واقع عدة ما حرم الله فيحر ما حرم الله جين لهم شوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في شميل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنسوه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله شكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الشفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن فروا خفافا وثقانا وجاهدوا بأمانكم أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاسدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمانهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدتا ولكن كي الله بعاثهم فثبضهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زاجوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم بيوتا بينكم لو خرجوا فيكم ما زاجوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فمنهم من يقول اذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل يتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عيده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم تربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتم إلا أنهم كفروا بالله وبرشوله ولا يأتون الصلاة إلا بهم كسالا ولا ينفقون إلا بهم كارهم فلا تعذبك أمالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قرن يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغرات أو متخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمجك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخدون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتي لله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ولغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤلون النبي ويقولون هم أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤلون رسول الله لهم عذاب أليم يحيثون بالله لكم ليربوكم والله ورسوله أحب أن يربوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاذد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخير العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم شورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مقرد ما تحذرون ولئن ساتهم ليقولون إنما كنا نخود ونلعبد قل أذن الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قل كفرتم بعد إيمانكم إن عثوا عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجنبين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهود عن المعروف ويقبئون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ونار جهنم قائدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب النقيم فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمهالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقلتم كالذي خافوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلكم قوم محي وعاد وسمد وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم وسلم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعمهم أولياء بعمهم يأمرون بالمعرف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تيري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وبشاكن طيبة في جنات عام ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفرج العظيم يا أيها النبي يجاعد الكفار بالمنافقين واغلوا عليهم ومأواه الجهنم وبئس المصير يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما دقوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا وعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بغلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلنزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يددون إلا نهدهم فيسخمون منهم شخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورشوله والله لا يهدي القرم الفاسقين فنح المخلفون بمقعدهم قلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قلناه جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء مما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة من فاستهدنك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجب كمالهم وأولادهم إنما يريد الله أي معذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت شورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم أولو الطول منهم وقال ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخبائف وقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفر رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك بتحملهم كنت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيروا من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخبارف وطبع الله على قربهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر